على هذا السرير في القسم الخاص بمرضى الكوليرا ترقد آية ذات الخمسة أعوام كواحدة من الأطفال المصابين بالوباء الباحثين عن الرعاية الصحية في مستشفى الرازي أكبر المرافق الصحية الحكومية في محافظة أبيان الأدوية قيمة توفرة والحر الحدث والحرك لا أمر مكيفات ولا شيء الطواب مغفلات 40 ساعة كاوي والبند الحمد لله حسن قيمة بعض الأيام أحسن من الأول كانت بالأسبوع واليوم كانت سبع مراتها من مرات السهل دحين مرتين ثلاث مرات باليوم كامل آية حالة واحدة من نحو 500 حالة مصابة سجلها مكتب الصحة في المحافظة خلال أقل من شهر يتوقع الأطباء هنا أن أعداد الإصابة بالكوليرا قد تتزايد فيما تعجز المرافق الصحية عن تقديم المساعدات الكثير منهم نتيجة عدم توفر الأدوية الكافية وقهتنا صعوبات منذ البداية في قلة واستخدام المحالي الوريدية وكذلك في مواد النظافة ولكن مباشرة استجابت أننا بعض القهات ممثلتا بالدبلية الشعوة والتي نتبع بارتكولة في العلاج مثل هذه الحالات في الصيدلية الخاصة بعلاج المرض المنتشر يبدو الأمر بالغ التعقيد من خلال الكمية المتوفرة من الأدوية لكن بشكل ضئيل والتي قدمت كمساعدات إلا أنها لم تعد متوفرة بعد نفاذ أغلبها هكذا بدت ملامح الاستياء واضحة على وجوه الجميع هنا فالإهمال الذي يتعرض له المرضى من يفترض أن تكون لهم عناية خاصة للحد من انتشار المرض والعمل على معالجة الحالات المصابة وتوفير الرعاية الصحية لهم بالإضافة إلى نشر الوعي بين أوساط المواطنين خصوصا وإن عدد المتوفين المصابين بالكوليرا في عموم المديريات بلغ أكثر من خمسين حالة بحسب مكتب الصحة في المحافظة لطفي إبراهيم قناة بلغيس أبيان